مرحبا أهلا فيكم فيديو جديد على قناتي تفاصيل علا أنا علا ومثل ما وعدتكم أن حصير أعمل فيديو أبديت كل شهر لنباتاتي يعني كل شهر اللي حصور في فيديو حيكون أبديت يعني تحديثات لنشوف نباتاتي بهذا الشهر شو طلع ورق جديد مثلاً شو الشي اللي عميين الشي الشي المو مبسوط شو الطريقة اللي استخدمتها ونفعت شو الشي الجديد بلشت استخدمه لقيته منيح أو بالعكس سيعمل مستهبه أم لقيته مو مفيد حاشارك تفاصيل هيك تفاصيل معكم مثلاً الشهر الماضي بلشت استخدم الليكا وبلشت استخدم جرو لايت فمسلاً بهذا الفيديو اللي ححكي عن الجرو لايت والليكا بفدت استخدامي الهون كيف كانت النتيجة عجبتني ما عجبتني بأخذ نصائحكم أو بشارك تجربتي معكم فحاسحتكم فكرة حلوة حكولي إذا عجبتكم نحنا هلأ بشهر ديسمبر شهر 12 من 2021 آخر أسبوع فعمصور هلا هذا الفيديو والشهر الجاي اللي هو شهر واحد حصور فيديو تاني وهينك كل شهر حصور فيديو ما حطول عليكم كتاب الحكي حتى نطلع الفيديو طويل خلينا هلأ مبلش حبلش ورجعكم الجرو لايت اللي جبتون الأسبوع الماضي هذا هو الجرو لايت اللي ركبته بالفلوغ الماضي الأسبوع الماضي مع أنه مصمدة أسبوع واحد بس حاسة إني شايف نتيجة منيحة غيرت النباتاتي اللي موجودين هون بس هاين نبتعة صلى الأسبوع كامل بهذا المكان خلينا نرى سواه هي نبتعة عصارية هيا الوراق اللي تحت شوي كانوا طراية وما كانوا هيكي لا أشعرهم كثير صحيين بعد ما حطيتها طولة يعني عم تطلع هون ورقة جديدة والورقة الفوق طويل وقسي بس متل مملاحظين انه اللون الزهر مع زاد اظن لانه هذا الضو عبارة لد فيه ضو احمر وهذا الشي بساعد الاوراق الخضرة على النمو ما بساعد الزهور ويمكن هذا اللون الزهري يحتاج لاشععة الشمس الطبيعية او بيحتاج اشعة شمس او اشعة ضو زرقة لا كثير زاد اللون الزهر بس لان زاد الأخطر بس يعني يجال حسة تفرق اسبوع واحد انه هالي الورقة اللي فوق قاسي وصحي وعم يطول بالنسبة لبقية النباتات نحن النباتات انا بنجديد حطيتهم ودنو دول النباتات اللي حطيتهم هون النباتات اللي حطيتهم هون النباتات جديدة هاي النبتة في هون نمور جديد يطلع حاستن يعني مبسوطين بس انا ما صلون زمان ما فييني احكام كثير هون عندي جلد النمر عم كاثرها ما كان يكبر هاد البيبي فالحل بركز حطته هون تكبر نحن نبتة زي بلان هاي النبتة بتجيبتها جديد زي بلان وغيرت لحوضة حطته هون كانت بحوض أزار حسن شيء بدلا ما اكثر النبتة اكثر الحوض الحمد للجزورة صحية مبسوطة عم يجي لعند الضو من هون فحست ان هي بلش تتميل هيك تروح لعند الضو هون عندي الدفنة باقية كمان هاي نبتة لعند سنتين او سنة ونص عانت من موضوع عفن الجزور هاي الدفنة باقية زرعتها السنة الماضية عزبتني عزبتني كتير صار عندها مشاكة كموقت سافرت وصار في عندها مشكلة بكمان تعفون جزور مرة تانية فحطيتها هون هاي اللي قصيتها ام طلع هون وراء ما عفليش ام طلع هون وراء بس الحمد لله هاي السنة بلش تتحسن وهي مثلا وراء جديدة معلومة انسي تذكرها انه صدا خلي حط غرو لايت هون انه هاد المكان بالشتة بتجي عليه اضاءة اقل من المعتاد يعني بالصيف كان يجيها اكتر كتحت حطة هون المونستيرا وقت صار الشتة غيرتها حطتنا دول نباتات هون ما بدون كتير اضاءة اوية بس الدفنة باقية وقت جبت لغرو لايت حطيتها هون هلا اللي واجهكم المونستيرا عندي مكتير كتير مبسوطة بس إلا ما واجهكم ايها خلينا واجهكم هون المكان هاد بدون اضاءة هذا هو المكان مع اضاءة خلينا نطفيها هلا قدني عصر مفروض يكون في ضوية يعني بضحة تانية فيها ضوية نبتة هلا حابة احكي عليها هي نبتة المونستيرا هاي صلى عندي حوالي السنة ونص ومبسوطة وكل ما لها عم تكبر و مثلا هدو النبتتين ورقتين وم بيني حتى هدو ورقتين يعني كتير طويلة بطريقة حلوة حسيت وهي بشكل عام نبتة كلها عم تكبر بس المشكلة انها هي نبتة تحب الرطوبة وانا حاليا بالشتة نقلتها غير فكر ما انه الاضاءة هون احسن بس الاضاءة هون احسن ومبسوطة هي بالاضاءة انا اللي الشيك طاعة كتير بضعتك الاضاءة مبسوطة هون بالاضاءة بس لأول مرة بعاني مشكلة مع نبتة المونستيرا انه خليني مورجيكم هاي الورقة هاي الورقة هون عندي عم متحول للون اصفر بعدها اصفر بعدها اصفر بني هون كمان هاي كانت كتير هكا القسم الصغير بس انا هي نبتة كتير بحبة وما اللي حبة انها تداء لهك الشي اللي ها عاملو هلا ها غير لما كان الاضافة اني هطل ليك على الوش كرمان تعطيها شوية رطوبة هاندي هون نبتة الافوغادو وزرعتها من بزور فاكه والخضرية الافوغادو وقت كانت كتير ممسوطة عم متحول لوراق وبعدها نقلتها على التربة هر اغلب الوراق بس كأنه حيطلع لها هون شي جديد الصراحة ما باري كأحوال قررت نغير لها التربة وحطها بشايف الكتات الصقي ما عرفت البداية كيف حافظ على الريتباها اه طلع جزورة من تحت بس جزورة مع فنين منتين مشايفين لح انقلها على الليكة جزورة هافي من هون امل حاسة نقص نباتات الليكة لأكل البزرية تبعها كثير سورونا عجيب هاته احوال لحطها اذا شفتوا الفيديو تبع الليكة فانتو ستبتعها وحطها 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 وحطت سماعة سائل وحطت وحطت الليكة وحطت اه 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 كيف يحصل اه اه من النباتات اللي اردتكم هنا نحن نقل من نفس بكاندي يجب ان تلك من النباتات اللي اردتكم هي منستيرا منستيرا انا بسميها متصلقة هي اسمها بإنجليزي مونستيرا مونكي جبتها من حوالي شهرين وفتحت هذه برقة جديدة وهلأ هناك بيبي ثاني تتفتح كثير مبسوطة فيها من أن الحالية لديها صحية تقريبا تصوتوا في شو شكل بيتي إذا كنتم تتابعوني أول مرة أنا هون عندي شباك جنوبي جنوبي شرئي فالإضاءة جيدة بهذه الغرفة فكثير مبسوطة فيها أنا حطها هون على الراف هون عنا هاي المكحلة هحطوكم فيديو كيف كانت فيديوهات الماضية إذا بتابعوني انتم بتعرفوا كيف كان شكلها وهون قصتها أفكر ما زبت شكلها من فوق لأنه من فوق كانت تقليل كتير من تحت كثيفة وعم تيبس الوراق تبعها كانوا فأسقصتهم عشان كاسرهم هون عندي واحد هون عندي اثنين نكسة عندي ثلاثة فكتير طلع منها ممكن لهم عاشر للاسف فبنا نشوف هون سوا كيف صاروا حاليا نشبت كل شي عم جزرو سواء بالليكة هون عندي بالليكة مكحلة فضية هون عندي بالمي مكحلة و هون عندي عرق ماذا اسمه؟ اباب دوهاب هون عندي هون لكة مكحة خضرة هون كمان عندي مكحلة محلات غير ناجحة المحلات غير ناجحة لا مشكلة نقصه و نرجع مكحلة و نقصه و نقصه مرة ثانية هذه ليست مكحلة هذه مجزرة مجزرة حايمة و ازرعة فورا هناك كيف طلع على الجزر غيرت المميزة و نرجع و نضع مضى حوالي 10 تيام على محاولتي لتجزير هذه الأخصان هذه طبعا فترة قصيرة و ليس فترة طويلة ولكن لا أعجحة نظن ان اضعهم قلب الليكة قلب الغلط لاني لقيت شوية أخصام مكسورة لذلك همراح سيكون حزرة أكثر و ألطف طبعا اللي عم بعمله اني عم قيم الوراق اللي مات عم قص الغصام و اضعه بالمي شوية شوية وبكر لما لي هيكلات لبقية الأخصام بحيحة أيمة و اضعه نشوف هنا مكحلة الخضرة كمان في عنا محاولات فاشلة و عنا محاولات ناجحة هذا وصلنا أكثر من أسبوع كوكسس يعني جزور صحية هون عنا تجربت لكة ثانية بما أنه سبوع صلا بس فحسيت أنه بيا فيه هون جزر الصغير وهون فيه جزر هذا قسم من إيمة هلا بجرب حطها مثلا نشوفهم كل شي حس أنه لازم كتر ماء كرماني تصير هلك هكذا هذا الشيء نعملون مصح ما لازم نضلن إيمة النباتات و نرجع نحطن إيمة و نرجع نحطن و قد نكون يجزروا بس أنا حابة أعرف الوضع هم يكون في عندي تعرفون نسوة هم يكون عندي جزور ماء معكم هذا الجزر شوي شوي و باللطف نحن نكتر ماء حطوهم الوقت يكون في ماء أكثر أسهل دس أبكي عليهم أرجع أسرعون ها جزر هذا الشيء كله بأسبوع واحد لطيف الشيء اللي فيني أقول موضوع التجزير بالليكر لازم يكون حذر و عندما يحط الغصن يدير بالو ما يكسرها لأنه هذا أأسه من الماء صلب أكثر من الماء فلاحظني أن هدي كمرة و الكتاب حط بالليكر بدون ما أنتبه كثرة كمغصن جوات الماء بقيان الشغلة الثانية ما كتي لاحظت فرق بي نجاح التجزير بين الماء والليكر حد الآن حاليا قمان جهزت بوضع و هدول اللي جزروا كتير لح ازراهم بالنبات الأساسي و هدول لحطوا مع مكان خصوصي للمكحلة الخضرة حتى ما يصر عندي خضيط هون و هيك بالنسبة للتجزيبة الليكة هذا كل شيء لفيديو اليوم متمنى يكون أعجبكم إذا حابين تشوفوا فيديوهات أكتر عن النباتات فيكم تشتركوا بالقناة ما تنسوا تشوفوا الفيديو إلى الشهر الجاية حيكون تتمت هذا الفيديو تتمت سلسلة الأبدات تبع نباتاتي إجاني تعليف أن من اللطيف أني أنا بشارك معكم شو صار بنباتاتي مو بس أول ما جيب النباتة أو بس لأعمل الشغلة اللي حكيت عنها فحسيتنا أكي ليش ما أعمل هيك سلسلة فيديوهات تمام حدا كيش إلى الفيديو تبع اليوم إذا حابين تشتركوا بجروب النباتات وتشاركوا صور نباتاتكم معي و مع الأعضاء فيكم تلاقوا الرابط تحت و بشروفكم فيديوهات جديدة إذا حابين تدعموني اعملوا لايك وتركوا لي تعالي خدشي كتير بيساعدني و بشروفكم فيديوهات جديدة باي باي و أعمل يوه ما يجب تا ايوني مجحر أوني من الضو